بقدم واحدة وعصى يتكئ عليها حميد بعد ان فقد قدمه اليسرى في قذيفة اطلقتها ميليشيات الحوثي قبل اشهر من موقع تمركزها في بلدة الاعبوس على قرية الشقيفة بسوق الجمعة جنوب مديرية حيفان في ريف محافظة تعز انا كنت ماشيقا بل دكان يعني رايحة من المزيجة فاقات القذيفة وانفقرت في جانبنا فلما شفت نفسي انا مصاب لما شفت القذيفة شفت نفسي مصاب لقدمه في الارض مجدور في الارض اشوف الرجل الحقي تتحرك مباقل للقلد بس مباقل للقلد فصحتي صوتي كله يعني قطراني مجمعانا وصحتي يسعفونا 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 هكذا غيرت قذيفة حوثية ذات ظاهرة يوم مشؤوم مجرى حياة المواطن المنتج حميد يوسف لتخلف ثقل الحياة على اسرته المؤلفة من ثلاثة اطفال ليضحي حبيس منزله محروما من الحركة والتنقل بشكل اعتيادي وفقدا لفرصته في العمل يعني اصبحنا لا عمل ولا اي حاجة ما فيش حاجة ما حاجة بدوننا يدلعون نحنا اصبحنا اليوم هذه في حالة معلم بها لله تشمتنا تشردنا تعزلنا وهذا كده ما حاجة يقول لنا شيش انتم نحنا قرحة يعني من الحرب هذا من ضررين وبين جماعة انقلابية اجرامية وغادرة منفلتة من المساءلة والعقاب وحكومة غير مسؤولة في تحمل واجبها في علاق الكثير من المواطنين وضمان حقوقهم يظل حميد واحدا من المئات وربما الآلاف من القرحة ممن يناشدون ضمير الدولة الغائب سامح عبد الوهاب قناة بلغيس ريفي تعز